الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 تشكل دافعاً لكافة بلدان العالم لإعادة النظر في تصورها لقطاع الإسكان. ذلك ما أكدت عليه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال ندوة رفيعة حول موضوع السكان للجميع من أجل مستقبل حضري أفضل. كما وذكرت السيدة الوزيرة بالتزام المغرب القوي بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة من أجل تحسين الظروف المعيشية والحد من التفاوتات الاجتماعية. اللقاء اليوم كان مناسباً لاستعراض التجربة الرائدة للمملكة المغربية في سوفر السكن الجميع وهو الجانب الاجتماعي الذي يحدى بوحدة العناية خاصة من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصر والله وأيداه. وبفضل هذه العناية الملكية السامية حققت بلدنا واحدة الأشوات كبيرة من خلال التقليص من الخصاص في السكن. اليوم أيضاً نعيش في واحدة مرحلة جديدة وهذه المرحلة تطلب رؤية جديدة ومتجددة من أجل بلوغ الهدف الحادي عشر من الهدف التنمية المستدامة اللي هو كحتنا على أن المدن خصت تكون مدن مستدامة كتوفر للجميع الخدمات الأساسية من سكن وطاقة ونقل. واندرج هذا اللقاء الافتراضي الرافيع الذي نظمته الوزارة المعنية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإسكان وتميز بمشاركة عدد من الشخصيات المغربية والدولية.